تصاعد وطيرة العنف في البحر الأحمر يمكن أن يقود استقرار اليمن الهش ويعرضه لمزيد من الأخطار بحسب تقرير حديث صدر من الواشنطن بوست الصحيفة نقلت عن عاملين في مجال الإغاثة الإنسانية في اليمن تحذرهم من أن المواجهة العسكرية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والمسلحين الحوثيين تهدد بتعميق الأزمة الإنسانية في اليمن بحسب واشنطن بوست فإن الرد الأمريكي والبريطاني بقصف مناطق سيطرة الحوثيين ردا على استهدافهم للملاحة الدولية في البحر الأحمر هو أمر يعطل جهود تحقيق السلام ونقلت الصحيفة عن منظمة كير ولجنة الإنقاذ الدولية ومنظمة إنقاذ الطفولة مطالبتها جميع الجهات الفاعلة بإعطاء الأولوية للقنوات الدبلوماسية على الخيارات العسكرية لتهدئة الأزمة وحماية التقدم المحرز في جهود تحقيق السلام بحسب خبراء فإن تصاعد العنف في البحر الأحمر وإعادة إدراج الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية يعدان تطورين خطيرين يمكن أن يؤديا إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن وهو الأمر الذي لا تعيره ميليشيا الحوثي ولا الولايات المتحدة الكثير من الاهتمام إعادة إدراج ميليشيا الحوثي على قائمة المنظمات الإرهابية من قبل الولايات المتحدة يمكن أن تجعل من الصعب على الجماعة الحصول على المساعدات الإنسانية مما قد يؤدي إلى تفاقم معاناة السكان المدنيين كما يمكن أن تؤدي إلى زيادة التوتر بين الولايات المتحدة والحوثيين وتصعيد العنف الأمر الذي يعني إطالة أمد الأزمات المتداخلة في اليمن وتعقيد طرق حصول السكان على الغذاء تصاعد العنف في البحر الأحمر يمكن أن يعرقل حركة السفن التجارية مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنفط كما يمكن أن يعرض الملاحة الدولية للخطر بشكل عام وبالنسبة لليمن فإنه سيجعل وصول السفن إلى ميناء الحديدة أمراً محفوظاً بالمخاطر ما يعني زيادة تكاليف عمليات النقل والتأمين وفي نهاية المطاف ارتفاع تكلفة السلع الغذائية في السوق المحلية اشتركوا في القناة